تسلم نتنياهو كتاب التكليف وأصبحت ملامح حكومته العتيدة بالنسبة للفلسطينيين واضحة عهده الفلسطينيون لأكثر من عقدين لا حل سياسيا على أجندته يناور في مجال السلام الاقتصادي وما بين هذا وذاك يبحث الفلسطينيون عن أدوات وستراتيجيات جديدة المطلوب فلسطينيا التوقف عن الأوهام بإمكانية التفاوض مع هذه الحكومة ولم الصف الوطني وإنهاء الانقسام الداخلي والالتفاف حول برنامج وطني كفاحي مقاوم للاحتلال والانظام الأبرتايد الإسرائيلي بكل الوسائل بينكفير وسموت ريتش شركاء نتنياهو من حزب الصهيونية الدينية يريدان السيطرة على الأمن والمال في الحكومة الجديدة يقول الفلسطينيون إن توجههما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والتصعيد في الضفة الغربية وغزة سيشعل نارا يصعب إطفاؤها مطلوب من الفلسطينيين استخدام مجموعة من السياسات المتعلقة بمواجهة هذه الحكومة سواء على صعيد الأمم المتحدة واستخراج قرارات تتعلق بإدانة الاحتلال الإسرائيلي أو على مستوى الدول الفرادة التي يجب أن يكون هناك تطوير للعلاقات بحيث تضغط على الحكومة الإسرائيلية واتخاذ مواقف حاسمة تتعلق بالاحتلال والتمييز العنصر الذي يمارسه ضد الفلسطينيين لا يبدو أن عملية السلام ستصح من غيبوبتها التي استمرت لأكثر من ثماني سنوات في ظل حكم نتنياهو الذي كان يدعو في السابق لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية لا فرق بين نتنياهو الأمس ونتنياهو اليوم بالنسبة للفلسطينيين إلا بمركبات حكومية أكثر تطرفا فالفلسطينيون يعتقدون أن نتنياهو سيبقي السياسة في دائرة مقفلة والأمن في دائرة التصعيد دائرتان لا يكسرهما إلا جهدا دبلوماسيا وميدانيا موحدا في رأس لطفيس كاي نيوز عربية رام الله